بينضم إلينا عبر زوم وتحديدا من ديفوس بسويسرا سيد زين دانجور وهو المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا والمتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أهلا بكم شكرا جزيلا على كلماتك الطيبة وعلى إصدافتي في برنامجك أقل ما يمكن أن يقال لأجل هذا الجهد لنصرة الإنسانية أولا وللحيلولة دون ارتكاب المزيد من الجرائم أو ارتكاب جرائم أخرى في بقاع أخرى في العالم فأنتم تحملون لواء إنسانيا عظيما ورائعا يستحق منا أن نشير إليه سيد زين مهم عندنا أن نطلع الشعب العربي بشكل أكثر وضوحا حول الأركان الأساسية التي استند عليها فرق في هذه الدعوة وأيضا الجولات القادمة من هذه المرافعات خلال هذه الدعوة أسف شكرا لكم أعتقد أن الأمر الرئيسي هو إذا نظرت إلى مقدمتنا كانت مفصلة وفريقنا كان فريقا قانونيا على أعلى مستوى وليس فقط من جنوب إفريقيا ولكن من أماكن أخرى نحن أوضحنا قضيتنا أننا ندافع ضد الجرائم الإبادة الجماعية في غزة تدمير المنازل قتل الأنفس العيادات المستشفيات وكل البناء التحتية المدنية وجمعنا كل هذا في حوالي وقلنا أن حوالي 24 ألف طفل تنمقت لهم وكل هذا يشمل أو يتضمن تحت مسمى الإبادة الجماعية والمبيت بالنية من قبل وقضينا أن أو طلبنا أن يقضى في هذا الأمر بشكل ممنهج وقلنا أن رئيس الوزراء نيتنياهو وأن باقي عضا الحكومة يجب أن يقفوا هذا وأنهم مقرمي حرب وأنهم متهمون بالإبادة الجماعية وأن العالم كله يجب أن يدينهم بهذه المجزرة وأن هذه المقدمات يجب أن تبحث لأننا أظهرنا أنه تم تدمير الناس تم تدمير الإنسانية وتم تدمير المباني والحيوانات وليس فقط نحن فقط أرسلنا رسالة وضربنا مثالا بما يجب أن يحدث نحن فقط أشرنا إلى أمر يجب أن يخف العالم وأن يسرع لإقاف هذا القتل إقاف قتل الأطفال إقاف قتل الحيوانات وما رويته من قبل فبالتالي فريقنا القانوني كان لم يكن يتكلم من جانب سياسي ولكن نتجنب من جانب حقائق فريقنا قد فضح أمورا قد عبرت عن وجود إبادة جماعية في غزة وهذا هو الجزء الرئيسي لما مثلناه يوم الخميس الماضي ولكن أيضا قضايا الإبادة الجماعية التي نعرفها قد أثرنا أمورا أيضا لتطرح أم على الملأ وهذه الأمور الرئيسية كانت عاجلة وهذا يشمل وقف إطلاق النار فبالتالي يتوقف قتل الأبرياء وهذا وأن يسمح للمساعدات الإنسانية بالدخول عبر الطيران لغزة ويجب على القوات الإسرائيلية أن تسمح بذلك لأن الوضع الإنساني والموقف الإنساني مزري للأسف فالوضع الإنساني الآن يجب على العالم أن يتضمن معه عدد القتلى في غزة استمر لمدة مائة يوم حتى الآن هذه أسوأ مجزرة أو إبادة إنسانية هذا أمر صعب هذا أمر يجب أن نفعل حياله شيئا ما الأمر يوم الخميس لم يكن فقط بخصوص غزة وإنما إقناع المحكمة بأن ما حدث هو مجزرة جماعية وإدانة إسرائيل والأمر المهم الذي أريد أن يشير إليه أن هذه أول وقفة ضد قصة إسرائيل أو رواية إسرائيل وأن رواية إسرائيل لم تكن الرواية الوحيدة وإنما الفلسطينيين أيضا لديهم رواية خاصة بهم ويجب عليهم أن يمثلوا قانونيا الإسرائيليون تم إدانتهم للأفعال التي نفذوها ضد الفلسطينيين الأبرياء في غزة خلال المائة يوم الماضية أعتقد أننا بشكل أساسي كان يجب علينا أن نقف هذا الموقف سيد زين يعني أريد أن أتوقف عند أمرين وهم الأول هو جريمة الإبادة الجماعية وهذه جريمة تدين الدولة الإسرائيلية ككل أما الجريمة الأخرى فهي جرائم الحرب وأعتقد أن هذه توجه إلى أشخاص بحد ذاتهم فهل فريقكم توجه بالاتهام في كل الجريمتين الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة إسرائيل وأيضا جرائم الحرب التي يقوم بها عدد من قادة هذه الدولة وهل سميتموهم بالاسم وتقدمتم باتهام مباشر ضدهم دعنا نفسر هذا الأمر بالحديث عن الدولة والحديث عن الأفراد منذ حوالي شهرين بعد بدء الهجمات نحن رأينا أمور إنسانية تحدث هناك وهذه القضايا كان يجب أن تدان من قبل ويجب أن يذكر المسؤولون عنها ويمثلوا لمحكمة العدل وكل هؤلاء المسؤولون عن جرائم الحرب يجب أن يمثلوا بشكل منفرد جرائم حرب ضد الإنسانية جرائم حرب وأيضا الإبادة الجماعية يجب أن يدانوا فيها فبالتالي محكمة العدل قد بالفعل أدانت نحن لم نذكرهم بالاسم في المحكمة ولكن طلبنا تقديم المسؤولون وأوضحنا ذلك وأوضحنا أن أي مسؤول يجب أن يمثل التحقيق في هذا الأمر وهذا الأمر قد نقشناه من قبل أن لدينا نزاع ونزاع دولي ويجب أن يكون هناك شهادة وأن يجب أن يمثل المسؤولون عن هذه الجريمة أو المجزرة وهذا طلب منطقي لنا وقمنا به فبالتالي الحكومة وأيضا الأعضاء مسؤولون ومدنون عن هذه المجزرة فبالتالي نحن أوصينا لبعض الأصدقاء أن الأفراد أيضا يشملهم هذا الأمر الأمر الخاص بجرائم الحرب وليس فقط جرائم الحرب وإنما الإبادة الجماعية ضد الأفراد الأمر معقد وهذه الأفعال سواء كانت تسمى بجرائم حرب أو إبادة جماعية يجب أن نفكر في الفعل في حد ذاته وأن نفكر في المسؤول عنه نعم نحن أدننا الاثنين أدننا الدولة وأدننا الأفراد طيب سيد زين يعني أنا أعلم جيدا أنكم طلبتم شهادة بعض من الفلسطينيين مثل السيد غسان أبو ستة الطبيب وهو أحد هؤلاء الشهود أيضا عائلة نغم أبو سمرة لعبة الكاراتي التي استشهدت في الخارج وهي تتلقى علاج نتيجة هذه الحرب هل سوف تقومون باستدعاء شخصيات دولية أخرى على سبيل المثال فإن هناك اثنين من نواب الحزب الديمقراطي الأمريكي في الكونجرس لديهم شهادة موثقة في جريدة نيويوركر منهم كريس فان هولن ومنهم جيف ميركلي هل سوف تقومون بطلب المزيد من الشهادات الدولية خاصة عندما تأتي من نواب ديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي نعم حينما ينتقل الأمر بالنقاش الأخلاقيات وخصوصا في هذه القضية يجب علينا أن نجمع الأدلة ويجب أن نجمع الأدلة خصوصا من الشهود نحن نجمع الأدلة من هؤلاء الذين كانوا متأثرين مباشرة من هذه الحرب ولكن أيضا يجب أن نجمع الأدلة من أي مختصين أو أي مقترنين بما حدث وأي شخص يستطيع أن يمدنى بأي مادة أو أي تفاصيل على سبيل المثال هؤلاء الذين قد أمدون بهذه المواد من قبل بخصوص هذه المجزرة الجماعية نعم كل ما يستطيع أن يمدنى بإدانة هؤلاء الأفراد فيما حدث فسيكونون شهود أساسيين لدينا وخصوصا ضد القادة الرئيسيين في الجيش فبالتالي نحن طلبنا في المحكمة هذا وأن طلبنا من المحكمة أن تعمل بسرعة وأيضا أصدقائنا في جنوب أفريقيا وبوليفيا طلبنا تقديم هؤلاء الأفراد للمحاكمة وطلبنا شهادة كل هؤلاء الذين يعتبروا أدلة بالنسبة لخضياتنا ووضعنا هذا على موقعنا وقلنا بالطبع نحن نجمع كل الأدلة وأي شاهد يمكن أن يمدنى بهذه الأدلة يمكن أن يدين هؤلاء قادر على مساعدتنا لذلك ليس فقط الأمر خاص بالشهداء الذين طلبناهم وإنما أي شخص يستطيع أن يمدنى بأدلة هل تسمح لنا بأن نرسل لكم عبر الإيميل الخاص بكم شهادات لنواب الكونجرس الذين زاروا معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي تتحكم فيه إسرائيل لأنهم أجروا حوارا مع نيويوركر فنحب أن نساهم أو نساعدكم في ذلك وسوف نرسل لكم هذا الحوار عبر الإيميل إذا سمحتم لنا فتكون مساعدة يعني مصرية خالصة من أحد البرامج المصرية إذا سمحتم لنا هل يفيدكم ذلك؟ ستكون مفيدة جدا إذا أرسلتموها لنا عبر الإيميل أي شيء يمكن أن يناسبنا سنكون شاكرين وسنوثق هذا رسميا وإذا كان هذا قابلا للتقديم فسنقدمه في معرضتنا أمام المحكمة لذلك شكرا على عرضك أشكرك أخيرا أو لا أعلم إن كان هذا هو سؤال الأخير أم لا ولكن يعني بخصوص المحاكمة ماذا إذا تمت بالفعل إدانة الدولة أو دولة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية؟ ما هو الإجراء الذي سوف تتخذه المحكمة؟ وما هي آلية تنفيذ هذا الإجراء؟ حسنا أول شيء بالنسبة لجزء أول من سؤالك بالنسبة لطلبنا لدينا اتفاق لدينا مع لجنة وقف إطلاق النار التي طلبت وقف إطلاق النار أن هذا هو أول طلب إذا وجدت إسرائيل مدانة أن توقف إطلاق النار وهذا سيكون سيكون رغما عنهم ولن يكون الأمر مجرد طلب مننا ويجب عليهم أن يحترموا ذلك لدينا تحدي كبير أن ننقل هذا لمجلس الأمن إذا رفضت الحكومة الإسرائيلية هذا الطلب بالنسبة للجانب الأخلاقي إذا قلنا أن هذه قريمة أو إبادة جماعية سنطلب تدخل دولي بالنسبة للقانون الدولي وأن هذا مخالف للقانون الدولي على كل المستويات بالنسبة لجنوب إفريقيا مصر كل البلاد ستدين وكل البلاد لا تريد أن تنخرط في أي عمل خاطئ يدينها بجانب هذه الجرائم ولكن هذا يعني على سبيل المثال ولكن على سبيل المثال أن هذا الأمر ربما يكون هناك أي تدخل من جانب الدول ضد إسرائيل إذا وجدت مدانة وخصوصا إذا لم تردخ إسرائيل بعد إدانته وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا إذا أدينت إسرائيل بالإبادة الجماعية فيجب أن يكون هناك أفعال من البلاد ضد إدانة إسرائيل فبالتالي من المهم أن نوجد أولا إدانة إسرائيل وبعد ذلك نطالب هذه الدول باحترام حقوق الإنسان ونؤمن قرار المحكمة وأن يؤخذ على محمل الجد وأن يجدوا طرق لتنفيذه وأيضا نطالب كل هؤلاء المسؤولين عن هذه الجرائم أن يمثلوا أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية يجب أن يؤخذ هذا من طريق محكمة العدل الدولية فهذه نقطتان أساسيتان وهذه استراتيجية خاصة بنا وفعالة نوعا ما ضد الدولة وضد الأفراد أيضا المسؤولون عن هذه الجريمة طيب سيد زين من المتوقع أو نتوقع نحن في المنطقة العربية أنه حتى في حالة الإدانة فإنه إسرائيل لن تمتثل لقرار المحكمة بالوقف الفوري لإطلاق النار وإيقاف هذا العدوان على قطاع غزة بفلسطين في هذه الحال كما فهمت منكم سوف يتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن هل تملك أي دولة من الدول دائمة العضوية وهي الدول الخمس حق الفيتو في عدم إقرار قرارا نهائيا أو تمرير قرارا نهائيا بوقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية نعم لديهم الفيتو ولسوء الحظ هذا ولسوء الحظ هذا الأمر يقف ضد إرادتنا بوقف إطلاق النار ولكن المحكمة العادل الدولية نثق فيها وأن يوجد ضغط دولي حينما يقر الحكم ضد إسرائيل لبادة الجماعية ويوثق ذلك عن طريق المحكمة فسيكون من الصعب لأي من هذه الدول الخمس أن تقف عن طريق الفيتو أو عن طريق المجتمع الدولي أو أن تقف ضد غضب المجتمع الدولي وسيكون من الصعب على هذه الدول أن تقف هذا الموقف القانون يجب أن يأخذ مجراه في إدانة هذه القضية وإثبات الإبادة الجماعية فبالتالي أي تعاطف جماهيري مع هذه القضية سيعتبر في المحكمة وأعتقد أن المحكمة ستثبت أن هذه مجزرة جماعية في نهاية الحال إذن من كلامكم أعتقد أنه لا توجد آلية حقيقية أو واضحة لتفعيل أو تنفيذ قرارات المحكمة إلا عن طريق الإدانة أولا الضغط الدولي والضغط الشعبي العالمي ثانيا مزبوط؟ نعم هذه هي النقطة الأساسية وإنما أيضاً الأمر خاص عن طريق الحكومات إذا نظرنا للأمر أن هذه الحكومات يمكن أن تضغط على هذا الأمر أيضاً الأمر الفعال والواضح بشكل رئيسي هو مجلس الأمر وإذا رفض ذلك وإذا أخذ حق الفيتو ولكن إذا حكمت المحكمة أن هذه هي قريمة حرب فأي دولة ستقف أمام هذا القرار ستجد صعوبة أن تنخرط وأن يكون لا حلفاء دوليين بهذا الأمر ولن يرغب الحلفاء أن يضعوا أقدامهم في هذا الأمر فأعتقد أن هذا ضغط كافي على أي حليف لهذه الدول يجب على هذه الدول أن تدين إسرائيل بعد قرار المحكمة بإدانة إسرائيل بالإبادة الجماعية لذلك سيكون أمرا أساسيا غضب الجماهير الذي ذكرت وغضب الشعوب أو المجتمع الدولي وسيأخذ هذا الأمر في الاعتبار وهذا الأمر ليس فقط من الجانب القضائي والجانب القانوني وإنما الجانب الإنساني يجب أن يضع في الاعتبار من جانب المحكمة إذن سؤالي الأخير أنا أكاد أكون متأكد أنه سؤال الأخير وآسف على هذه الإطالة ولكن هل سوف يطول الوقت حتى نصل إلى قرار الإدانة من عدمه؟ أعتقد أن بناء على ما حدث أننا نتوقع القرار خلال أسبوعين أن وقف إطلاق النار هام لأن الناس تموت نحن لا نتحدث عن أمر حدث الماضي وإنما نتحدث عن أمر يحدث في هذه اللحظة يجب إيقاف إلقاء القنابل على المدنيين خلال الأسبوعين أعتقد أن هذا القرار سيحقق من الجانب الأخلاقي هذا الأمر لن يأخذ وقتا طويلا وفريقنا متأكد من هذا بعد تقديم كل الأدلة اللازمة أن هذا الأمر سيزداد أو وطيرة الأحداث ستزداد في الواقع أعتقد أن المحكمة ستقدر الأدلة والقرار سيؤخذ مؤخرا فبالتالي هذا الأمر لن يأخذ ست شهور أو سبع شهور وإنما أقول أننا نأمل أن المحكمة ستأخذ قرار خلال الأسبوعين القادمين نتمنى ذلك أشكرك جدا جدا سيد زينة دجور وسوف أقوم بإرسال يعني مقال النيويوركر على إيميلكم الخاص وهو المتعلق بالحوار مع كريس فان هولن وجيف ميركلي نواب الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية في الكونجرس الأمريكي أشكرك جدا شكرا جزيلا على دعواتي وشكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم